أعلنت السلطات التركية عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسور شمال البلادة وأكدت سلطات الولاية إطلاق عملية لإنقاذ تاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ 15 بحاراً يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نشاة حسب وكالة الأنظر الرسمية وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقاريراً عن وقوع خسائر بشرية جراء حدث الغرق حتى الآن مضيفاً أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية ترجمة نانسي قنقر